والحج في الشرع يزيد تخصيصاً عن المعنى العام يعني لما قلنا الحج هو مطلق القصد إلى الزيارة معنىها في الشرع هو قصد مخصوص إلى زيارة مخصوصة يعني قصد الزيارة إلى مكة لأداء المناسك وما تجتمع عليه من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة فهو زيارة لكنها زيارة مخصوصة يضاف إليها قيود أخرى لأنها قربة إلى الله عز وجل فتشترط لها شروط معينة زي ما قلنا اللي هي الأركان الأربعة الإحرام والسعي والطواف والوقوف بعرفة هذه المسائل مع بعضها لابد أن تتوفر وهي أركان لا يمكن الاستغناء عنها ولا جبرها والحج يجب مرة واحدة في العمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحج قالوا بعض الصحابة في كل عام يا رسول الله فأعرض النبي صلى الله وكررت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم لكن يعني أنها تجب مرة واحدة في العمر فعرض النبي صلى الله عليه وسلم